بسم الله الرحمن الرحيم متابعين على قناة صدى الفكر على يوتيوب أهلا وسهلا بكم نتكلم عن كيف تدير أمريكا الحكومات التابعة لها وكيف تعيد الحكومات المتمردة أو التي تعتبرها مارقة على السياسة الأمريكية إلى بيت الطاعة وما هي القوائم الأمريكية التي تعطى كأوامر للحكام الجدد الذين ترضى عنهم أمريكا النموذج السوداني عقب الثورة السودانية يعتبر نموذج لعملية الإخضاع ولعملية التطويع حيث رأينا الزيارة الأولى لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى السودان وكيف أن أمريكا قد أعطته لستة أو رشدة أو قائمة ينبغي عليه أن يلتزم بهذه القائمة حتى يتم الرضا عنه وحتى يتم رفع السودان من قائمة العقوبات الأمريكية كدولة راعية للإرهاب وكذلك العقوبات الاقتصادية أمريكا أبدت خوفها من عودة الجيش للسلطة وده أمر غريب عندما نجد الرئيس ترامب يقول للسيسي ديكتاتوري المفضل وكيف أنه قام برعاية السيسي وحماية السيسي وأنه أعطى يعني باور هائل عقب فوز الرئيس الأمريكي ترامب في إشارة واضحة لدعم الدكتاتورية والاستبداد وكذلك الانقلابات العسكرية وأيضا شفنا الدعم الغير مسبوق من الرئيس ترامب لمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي مقابل الرز طبعا الرز السعودي الأموال الهائلة 400 مليار دولار ولا ندري كم أخذ لكي يتم الدفاع عنه في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والذي تم نشره بالمناشير وإحراقه في القنصلية السعودية بإسطنبول المسؤول لأمريكا أيضا بيقول أن تخشى أمريكا أو تشعر بالقلق من وجود مكتبين مكتب لحماس ومكتب لحزب الله في الخرطوم يبقى إذن التوجه الأمريكي هو توجه واضح الوجهة أنه بيعتبر أن حماس وحزب الله خطر وأن وجود حزب الله لعله أمر متفهم ولكن حماس هو الأمر الغير متفهم المبعوث الأمريكي الخاص للسودان اللي هو اسمه كاميرون هيدسون قال أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب تحتاج إلى وقت يعني الأمر ده مش ببساطة سيتم الاستجابة إليه وأن الطريق أمام الخرطوم لا يزال طويلا وأنها تواجه مهام لا يمكن التغلب عليه يعني بمعنى وكأنها المهام المستحيلة يعني بمعنى وكأنك يا بوزيد مغازيد يعني بمعنى الحماية الأمريكية للسعودية ودول الخليج مئات المليارات من الدولارات إنما السودان علشان يتم تقديم شيء للسودان هنشوف إيه المطلوب من السودان يعني الحرية والتغيير يعني ده بيقول إن تعيين حكام الولايات والمجلس التشريع الانتقالي سيتم إعلانه فور عودة عبدالله حمدوك من رحلة أمريكا ماشي يعني ده هنسيبها ديت الآن وهل عبدالله حمدوك واخد معاه اللستة المقترحة معاه علشان يتم التصديق عليها وعرض الأسماء واحد واحد على الإدارة الأمريكية من توافق ومن ترفض من مسؤول الولايات نرجع لكلام هيدسون هيدسون بيقول يعني لموقع معهد المجلس الأطلسي بمناسبة زيارة أول رئيس وزراء سوداني الواشنطن إن هناك قائمة طويلة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية قبل إزالة العقوبات عن السودان ويشير هيدسون أن إدارة ترامب تخشى من عودة الجيش للسلطة مجددا بمجرد رفع العقوبات الأمريكية وزي ما قلت يعني سمعنا الجيش السوداني اللي أمريكا خيف منه بينما هي فقط لا تتعامل إلا مع الجيوش والانقلابات العسكرية ونجد أن أمريكا أبعد ما تكون عن دعم الدموقراطيات في المنطقة العربية ترامب زي ما قلت اللي هو كان يعني دايما يقول السيسي الدكتاتوري المفضل أو بن سلمان بعد قتل خاشخجي خايف من عودة الجيش للسلطة وهيدسون بيقول إن أكثر ما نحتاجه الآن توضيحات شو بقى الكلام دا؟ يعني كيف يتم التدخل في مفاصل الدول وكيف يتم عملية الاستعمار المباشر من خلال وكلاء الاستعمار؟ أكثر ما نحتاجه الآن من الحكومة السودانية الجديدة هو توضيحات حول جهاز المخابرات السوداني تخيل جهاز المخابرات الجهة السيادية لأي دولة؟ هل تجرؤ دولة في العالم أن تطلب من أمريكا معلومة واحدة أو معلومات أو توضيحات من جهاز المخابرات الأمريكي الذي ويعتبر أمن قومي أمريكي؟ إنما تخيل عاوزين من الحكومة السودانية الجديدة توضيحات حول الإصلاحات التي جرت مؤخرا في داخل جهاز المخابرات عاوزين يشوفوا إيه اللي حصل مين اتشال ومين اتحطوا وفلان ديتعين ليه وفلان ديتشال ليه وما إذا كان يخضع بالكامل يعني له جهاز المخابرات للسلطة المدنية السلطة المدنية دي اللي احنا عارفينها جاية بالفرازة جاية بالواحد لا شك أن الشعب السوداني ثار جزال الله خير الشعب السوداني كان عاوز يتحكم بإرادته تمام الشعب السوداني كان عاوز عيش وحرية وعدالة وكرامة واستقلال تمام ولكن في النهاية جاءت حكومة مفروضة بالباع والدراع من امريكا ومن الغرب حكومة بلا انتخابات حكومة بلا دموقراطية حكومة بلا اي قاعدة شعبية حكومة لا تعتمد الا على امريكا وتعتمد على الغرب لا علاقة لها بالاعتماد على الشعب السوداني ولن تصب للأسف الشديد في اي مرحلة من المراحل اللاحقة فيما يطمح اليه او يريده الشعب السوداني يعني شوف بتكلم عن جهاز المخابرات وما اذا كان يخضع بالكامل جهاز المخابرات للسلطة المدنية وتريد نريد من الحكومة السودانية الجديدة ان تكون بمثابة حارس يعني الكلام بتاعه ده يعني عاوز ان الحكومة السودانية الجديدة عاوز دور الحكومة السودانية الجديدة ان تكون بمثابة بلطجي او حارس بوديجارد امريكي في المنطق وهنا نعرف يعني بشكل واضح من اين تستمد الحكومة السودانية شرعيتها وقوتها فهي ليست زي ما قلت بحاجة للشعب وليست بحاجة للانتخابات انما هي بحاجة فقط للرضى الامريكي هيدسون بيقول بعد مئة يوم من توليه منصب رئيس الوزراء في السودان اللي هو حمدوك طبعا سيتم استقباله من طرف المسئولين الامريكيين في واشنطن اول رئيس الوزراء السوداني من عام 1985 وبيضيف برضو ان رئيس الوزراء حمدوك يواجه قيود سياسية وهيكلة كبيرة في حين انه يعمل على رفع اسم بلاده من قائمة الولايات المتحدة للدول للرعاية للارهاب يعني القائمة بتاعت حمدوك طويلة جدا عملية هيكلة اقالة في ضباط الجيش تغيير حكام الولايات تعيين المجلس التشريعي يعني قائمة امريكية كاملة لهيكلة الدولة السودانية وقيود سياسية يعني بمعنى بدل ما يكون فيه اطلاق للحجرية السياسية وللانتخابات وللديمقراطية لا قيود سياسية عملية حل الاحزاب عملية منع من الترشح عملية مصادرة الحقوق السياسية هو دي القائمة الامريكية مش قائمة توسعة وحريات بل دعم للاستبداد والفساد والديكتاتوري وقال هيدسون ان القضية الاخرى تتعلق بحركة حماس الفلسطيني وحزب الله اللبناني فلديهما مكتب سياسي في الخرطوم وهما مصنفان لدى الخارجية الامريكية كمنظمتين ارهابيتين يعني في الاخر هو عاوز الحكومة السودانية تبصم وراء امريكا اللي امريكا تقول عليه ابيض ابيض واللي تقول عليه اسود اسود حمدوك وصل على رأس وفد يضم ببقى استابع معي الحتة دي الوفد اللي رحمح حمدوك لامريك يضم وزراء الدفاع والعدل والشؤون الدينية ووزيرة الشباب والرياضة ليه الوزراء دول تحديدا الدفاع زي ما احنا عارفين كده عشان الهيكلة العسكرية واعادة هيكلة الجيش السوداني بالمعايير الامريكية وزير العدل ليه علشان يكون طوع عمليات المحاكمات والمصادرات للاموال وتقييد الحريات يعني عملية انتقامية لتصفية يعني عشرات السنين انتقام من الناس اللي في السودان الشؤون الدينية علشان الخطاء يعني ما يسمى بتغيير الخطاب الديني وعملية يعني تعديل المصار بمعنى ان يكون هناك مصار علماني مكان الحالة السودانية المحبة والقريبة من الاسلام وزيرة الشباب والرياضة علشان عمليات افساد الشباب ويعني عملية غسل عقول الشباب وخلق اجيال اخرى يعني تسبح وتمجد بحمد امريك ووزيرة الشباب الى امريك يعني دي الوفد اللي هو مع حمدوك اسمع اسمعهم تاني وزير الدفاع وزير العدل وزير الشؤون الدينية وزيرة الشباب والرياضة بغرض العمل على ازالة اسم السودان من الدول الرعية للارهاب وتخفيف عبء الديون يبقى اذا دي المهمة اللي رايح بها حمدوك مع الوفد بتاعه ومطالبه اللي هو رفع اسم السودان من الدول الرعية للارهاب وتخفيف الديون ياريت ان المهمة تكون سهلة يعني ياريت بعد ما بيقول ان احنا ركعنا وسجدنا وان احنا يعني جينا البيت الطاعة بعد من 1985 اول رئيس وزراء يقول شبك لبيك خدمك بين ايديك ايه اللي حيحصل بعد ما ما كده ده قالوا لهم لا لا ده لسه القيمة طويلة ويعني عشامكم ده عشام ابليس في الجنة لان في قوة متربصة في السودان لازم انتم تقوموها وتشلوها وتبيدوها علشان ان انا اسلمكم اللي انتم عاوزين وهدسون بيقول يتعين على حكومة حمدوك قبل ازالة اسم بلاده من القائمة السوداء دفع اكتر من 300 مليون دولار كتعوضات لضحايا المدمرة الامريكية يو اس اس كل التي تم الاعتداء عليها في عدن عام 2000 مش عارفين ايه اللي تم بالزج باسم السودان في هذه القضية ومن اين خرجت هذه الامور من الارويقة ومن الادراج ولكن ده مطلب امريكا عاوز فلوس السودان الفقير اللي مش لقى يأكل ولا يشرب اللي الناس مش لقى يا رغي في العيش امريكا عاوز منه قبل ما يقوله بسم الله الرحمن الرحيم الديني 300 مليون دولار وان تدفع اكثر من اتنين مليار مليار دولار مش جيني سوداني كتعوضات لأسر ضحايا تفجيرات السفاراتين الامريكيتين في كينيا ودار السلام التنزانية عام 1998 كل ده طبعا من غير لا تحقيقات محيدة ولا ولا بل هي اوامر يعني شيك على بياض وينبغي عليك الدفع علشان يتم الرضا عنها مشير مشير اللي هو هدسون يعني الى ان هناك احتياجات كثيرة تتطلب الاستجابة العاجلة لهذه التوقعات والامال بان يستطيع الحكم المدني يعني حاجة عجيبة يعني من امتى امريكا بتحب الحكم المدني ان ينهي بسرعة اثار 30 عام من الفساد والاهمال يعني اعتبر ان كل الفطر اللي فات اضييت عبارة عن مرحلة من الفساد والاهمال وان حكم الحرية والتغيير هو دل جاء علشان يتصدى لهذه المهمة في ظل قوة تتربص وتعيق طريق النجاح في اشارة طبعا للقوة الوطنية التي يمكن لها ان تتصدى وان ترفض المشروع الامريكي وان ترفض التبعية المطلقة وان ترفض العودة الى بيت الطاع الامريكي بعد ان تجرد من كافة ملابسها ومن يعني من كافة امورها وان تركع وتسجد لامريكا سجودا كاملا وقال هيدسون ان حمدوك يواجه مهمة مستحيلة يعني عاوز يقول ان الطلبات اللي احنا طلبينها دي علشان يتم رفعه من الدول الرعية للارهاب وعلشان كذا المهام اللي احنا بدي نهاله دي مهام مستحيلة يعني يصعب تطبيقها ويصعب الوصول اليها يبقى اذا في الاخر يعني وكأن في النهاية يعني اللي هو قدر يطلع فوق ولا ينزل تحت وقال هيدسون ان الانتخابات الامريكية في نوفمبر القادم ستصاعب بقاء السودان على جدول الاعمال يعني عاوز يقولهم في اشارة ان المهلة بتاعتكم هي سنة واحدة بس سنة واحدة من نوفمبر الحالي لنوفمبر اللي جاي يعني بمعنى ان ما لم تستطيعوا ان تنجزوا هذه الاعمال الجسام وتقوموا بعملية التصفية والتنقية والانتقام داخل السودان واعادة السودان للمعايير الامريكية فانتوا مش هتكونوا على الاجندة الامريكية لان في انتخابات ممكن تأتي بترامب وممكن تأتي برئيس اخر يعني وده سيصعب المهم وده يعني يعني علشان الالتزام بالحكومة السودانية بالالتزامات الامريكية وبرضو فيه وقد صرح ثيبور ناجي اللي هو مين ثيبور ناجي ده ده مسؤول الشؤون الافريقية في الخارجية الامريكية ان بلاده تعتبر الحكومة المدنية وده امره حتى عجيب الواحد صراحة بتستغرب يعني على انهم يكيلوا بمئة مكيال اشمعنا في السودان المدنية دي المحبوبة وفي مصر العسكرية المحبوبة وقبل كده في الجزائر العسكرية هي المحبوبة يعني بمعنى وحفطر المحبوب في ليبيا اشمعنا المدنية في الحالة السودانية لانها فقط قد صنعت على الاعين الامريكية وانها وزي ما قلت كده ان الحكومة السودانية الحالية اطرافها الرئيسية قبل الثورة السودانية الاخيرة والحراك الشعبي والمجلس الماسوني السوداني يريد ان يغير الحكومة السودانية عبر استخدام ادوات مختلفة وبدعم دولي خارج عن اطار الحدود ثبور ناجي بيقول ايه ان بلاده تعتبر الحكومة المدنية شريكا له وبعد شوف بقى الحتة الاخيرة اللي احنا هنختم بها كلامنا امريكا مش هتدي للسودان حاجة من جبه ده امريكا هتشحت على السودان يعني امريكا هتشحت ازاي قالك ينتظر ان يعقد او يعقد اصدقاء السودان اجتماعا في الخرطوم يعني اصدقاء السودان هيجتمعوا في الخرطوم هذا الاسبوع او الاسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن الدعم لميزانية عام 2020 فيما تستضيف واشنطن مؤتمر المانحين مانحين للسودان في ابريل العام القادر فيما اشار القيادي بعد كده بقى يعني ده اخر حاجة اللي احنا تكلمنا عنها في الاول القيادي في تحالف الحرية والتغيير الحاكم خالد عمر يوسف لموقع سودان تربيون ان تعيين سيعلن عقب عودة عبدالله حمدوك من امريكا وده في اشارة ان عبدالله حمدوك رايح بشنطته وباجندته وباسماء حكومته وباسماء حكام الولايات اللي عاوز يعينهم علشان ياخد الاوامر الامريكية اللي انا ذكرته ده باختصار نموذج للحكام الذين تصنعهم امريكا واللي هي امريكا عوزال بددنا وعلشان كده نبقول فرق بين ان يثور الشعب وان يحقق نتائج ما بعد الثورة اللي هو امتلاك الارادة الحرة ما تريده بلادنا لا ان نثور لكي تحصد امريكا ورجال امريكا وابناء امريكا وان تكون الامور يعني اسوأ من مكان خاصة اننا عندما نتكلم عن مهام مستحيلة لدولة فقير زي السودان يعني فالشعب السوداني ثار ولكن الذي حصد مع الاسف الشديد ليس الشعب السوداني انما حصدت امريكا والحلف الامريكي في المنطقة اتمنى ان تكون قد وصلت الرسالة لا تنسوا ان تفعلوا الجرس على القناة وان تشاركوا في قناتكم صدى الفكر دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة